في الزمن القديم كان هناك نهر من أكبر الأنهار سمي نهر الرس وقيل إن ياسف بن سيدنا نوح عليه السلام قد غرس بذور أشجار الصنوبر على شاطئ النهر ونبتت اثنتا عشرة شجرة وافتتن الناس بها أيها الناس حضر جلالة الملك تركوز ملك إسفندار وما حولها تفضل يا جلالة الملك بإلقاء كلمة لرعاياك أيها الناس يا عبيد الشجرة المباركة لقد حرمتم أنفسكم من شرب الماء المقدس لكي تنمو الشجرة الآلهة والآن يحق لكم أن تحتفلوا بالعيد ألا تنتهي هذه الأعياد أبدا أخفت صوتك يا أبي حتى لا يؤذونك هيا يا أبي هيا لنقدم قرابيننا في العيد إلى الشجرة فليس بوسعنا أن نفعل غير ذلك وكان للاحتفال بالأعياد تقوص عجيبة هل استعد فريق الطهاء؟ لم يحضر لي إلا مئة بقرة أريد مئة أخرى حتى يصعد دخان الطهي إلى عنان السماء لماذا لم تحضروا لكبير الطهات ما طلب؟ لقد أخذنا من الفلاحين نصف مواشيهم يا كبير الوزراء خذوا النصف الآخر المهم أن ترضى عنا الشجرة المباركة تستطيع أن تبلغ الملك تركوز أننا أعددنا كل شيء للحفلة المقدسة أرجوك أن تهدأ يا أبي لم يكن بوسعنا أن نمنع جنود الملك تركوز من أخذ مواشينا جفت الأرض وضعت الماشية فمن أين سنأكل بعد الآن؟ جارنا السيد حنظرة بن صفون أحضر لنا هذا الطعوم وهل سنعيش على مساعدة هذا الرجل الصالح طيلة حياتنا؟ لولا هذا الرجل الطيب لهلك الفقراء والمساكين جوعا وعطشة ما رأيك يا جلالة الملك تركوز؟ لا بأس المهم أن ترضى الإلهة عنا لتعزف الموسيقى بأعلى صوت ولتعد وليمة العيد الإلهة غير راضية يا كورنار عفوا يا مولاي كيف عرفت؟ إنها صامتة تنظر إلينا بغضب وكان الشيطان إبليس الرجيم يتأمر جمعهم وقد استعد ليبث الرعب في قلوبهم يا لكم من حمقى سنمرح كثيرا هذه الليلة يا أهل إسفندار انظروا الشجرة المقدسة ارضي عنا يا إلهتنا المثمرة ليصمت الجميع ولنركع خشوعا وخضوعا للإلهة استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون لقد رضيت عنكم يا عبادي فطيبوا نفسا وقروا عينه أريقوا الخمر وارقصوا وغنوا مولاي الملك تركوز حان وقت الانتقام من الصبي الآثم الذي تجرى وشرب من الماء المقدس إنني بريء يا مولاي الرحمة لم أقصد أصمت أيها الكافر كيف تجرؤ على تدني سماء النهر المقدس بالشرب منه؟ كنت عطشان ولم أقدر على منع نفسي من الشرب لقد اعترف بجريمته ألم تكن تعرف أن الماء فقط لسقاية الإلهة ومحرم على العبيد أمثالك ليعدم الصبي الكافر في الحال افصلوا رأسه عن جسده أبي هل نجلس صامتين ونشاهد مقتل هذا الطفل الصغير؟ طعلا ما أذنب إنه يستحق العذاب يا ابنتي برك لكم يا عبيد المخلصين اسجدوا جميعا للإلهة إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا أليست هذه الثورة زوجة جارنا الطيب حنظله؟ نعم إنها هي ولكنها تبدو شريدة الفكر لعلها في مشكلة يجب أن نساعدها قدر الإمكان لطالما ساعدتنا هي وزوجها الصالح سيدتي سيدتي ماذا بك؟ لا أدري ماذا أقول لك يا شولين لقد زدت قلقا يا ابنتي أرجوك أن تتحدثي أمس استيقظ زوجي وهو يتصبب عرقا وهيرتعش من الحم هو مريض؟ لا بل أوحي إليه في نومه أن يدعو الناس إلى عبادة الله الواحد هذا خبر عظيم لقد بعث زوجك نبيا إنه أصلح رجل في زماننا لهذه الدعوة المباركة أعرف يا شولين ولكني أخاف عليه إن قومي يقتلون الأطفال إذا ضمئوا وشربوا من ماء النار فماذا سيفعلون برجل يتحدى آلهته؟ دعا نبي الله حنظلة بن صفوان إلى عبادة الله وحده وترك ما دونه يدعون النبي الحق إلى قول الصدق واحتمال الأذى في سبيل الله نحن قوم فقاراء وضعاف لا قدرة لنا على نصرة النبي ودعمه فلماذا لا يفكر في دعوة الكبراء أولا؟ لقد أوحى الله لنبيه حنظرة أن يدعو الناس كافة كبيرهم وصغيرهم، فقيرهم وغنيهم، فكلهم أمام الله سواء إن عددنا قليل وليس معنا مال ولا سلاح فكيف؟ كيف نغلب القوم الكافرين؟ المهم أن نغلب أنفسنا أولا فلا نضعف ولا نيأس من رحمة الله نعم، ولن نرتد عن الحق أبدا بعد أن عرفنا الطريق إلي إن عددهم قليل يا جلالة الملك ولا خوف منهم أن نتركهم حتى يصبحوا كثرة ولا نقدر عليهم؟ مرنا يا مولاي، ونحن ننفذ أوامرك في الحال إذا كانت ابنتك يا يارش لا تنفذ أوامرك كيف سنقنع بخية القوم؟ أتسمح لي بإبداء الرأي يا مولاي؟ تكلم يا كورنار إن قوة هؤلاء الناس تتمثل في حنظلة ابن صفوان وحدة فلو تخلصنا منه هزمناهم جميعا هذا الرجل يعمل في رعي الماشية أعرف، ما هي خطتك؟ سنقول إن الماشية قد شربت من النهر المقدس ويستوجب ذبحها فهمت، هذه إشارة تهديد ليعرف مدى قوتنا كيف تعاقبون حيوانات غير عاقلة؟ كل ذنبها أنها تشعر بالضماء أصمت أيها الرجل المسن المخرف إننا نعاقب صاحبه الذي سهى عنها وتركها تشرب من الماء المقدس كيف تؤزون نبياً بعثه الله إليكم؟ من قال إنه نبي؟ لم يتبعه إلا الفقراء وأراذل القوم صمتاً، ستتحدث الشجرة المباركة استمعوا إلى إلهتنا المقدسة يا عبادي، إنني غير راضية عنكم اذبحوا المزيد من الماشية ماذا تنتظرون؟ نفذوا أمر الإلهة أما زلت تؤمن بكلام حنظلة؟ بالطابة، فهو نبي الله لو كان نبياً بحق لمنع عن نفسه الضرر ماذا فعل حنظلة بعدما آذيناه؟ اكتخب الدعاء علينا وماذا قال في دعائه؟ نظر إلى السماء قائلاً يا رب، إن عبادك أبوا إلا تكذيبي وغدوا يعبدون الشجرة، لا تضر ولا تنفع ثم رفع يديه عالياً وقال اللهم أيبس شجرهم أجمع وأرهم قدرتك وسلطانك ماذا أفعل الآن؟ ليس بوسعي أن أتحدى آيات الله سأذهب إلى قرية أخرى وإلى شجرة أخرى وهذه أيضاً أصابها دعاء النبي يا ويلك يا إبليس، يا ويلك كيف يابست الشجرة؟ كانت مثمرة يوم أمس انظري ماذا جرى للشجرة؟ لعل ما يقوله الناس عن دعاء النبي الذي ظهر في إسفندار صحيح انتهت لعبة التجسد في الأشجار وسأضطر إلى العودة إلى طريقة القديمة هل وسوسة؟ الحمد لله، لم يعد يتعرض لنا أحد لقد بهت الناس مما جرى وأدركوا أن دعوة النبي مستجابة لم يعد بوسعهم الآن أن يعاندوا أو يجدوا أي تحجة كم هو عزب هذا الماء؟ المهم أننا نجونا بديننا ونصر الله نبيه حنظلة بن صفون عرف المؤمنون من أنصار حنظلة بمكيدة قتل نبيهم لكنهم كانوا قلة من الضعفاء هيا يا شيلين، أسرعي ها قد حملت ملابسي وطعاما للطريق أيضا لا يهم الطعام الآن يجب أن نحذر نبينا ونساعده على الهرب بل يجب أن نرحل معه إلى حيث يأمرنا ونحميه ونفديه بأرواحنا إذا أرادوا إزاءه كيف تمكنوا من القبض عليه؟ هو لم يحاول العرب قال إنه لا فرار من قضاء الله وإن الموت في سبيل الدعوة هو أشرف له وأكرم يا له من نبي عظيم إنه رجل كافر بالشجرة المقدسة ترى هل تعود للإثمار مرة أخرى؟ أم أنها ماتت إلى الأبد؟ أيها الناس إن حنظلة هذا مجرد ساحر ساحر؟ نعم سحر إلهتكم العظيمة حتى يلهيكم عن عبادتها فتعبدوا ما يدعو إلي وهل إلهتنا المقدسة يمكن أن تسحر بهذه السهولة؟ أيها الناس استمعوا إلى الملك إن الشجرة المقدسة قد غضبت عليكم عندما سمحتم لذلك الرجل أن يعيبها ويدعوكم لعبادته غيرها فحجبت عنكم حسنها وبهاءها ارحمي هنا أياتها الشجرة المعبودة واعيدي لنا سمارك الطيبة استعدوا لحفر البئر الذي سندفن فيه حنظل حيا حتى يموت موتا بطيئا ونتلذذ بعذابه لا أدري ما فائدة هذه الأنبوبة العملاقة هذا إنجاز عظيم غير مسبوق والآن انزحوا الماء من داخل الأنبوبة هل لنا أن نفهم ما يجري؟ عندما نتم نزح الماء من الأنبوبة سنحفر في قاع النهر بئرا تتسع لرجل واحد مولاي يقصد حنظلة بن صفوان؟ هههههههههههه ومن غيره؟ عفوا يا مولاي ولماذا كل هذا التعب؟ لنزيد في إذلاله سيكون في قاع البئر خاوية من الماء يموت فيها عطشا بينما النهر يجري من فوقه يا لا من فكرة عبقرية سأقفز في الماء وأحاول زهزعة الحجر إياك أن تفعلي هذا هل نسيت قول زوجك النبي أن الله لم يأمرنا أن نهلك أنفسنا؟ سأحاول قدر ما أستطيع لا فائدة لقد رأيت الحجر الذي وضعوه فوقه كان حجرا ثقيلا وحمله مجموعة من الغطاصين إن الإيمان الذي يملأ قلبك يكفيه ويؤمس وحشته هذا انتصار عظيم على أبناء آدم أنتم تقتلون نبيا أرسله الله لكم صرتم خدما لي دون أن أطلب وهي لحظة يجب أن أحتفل بها قدموا القرابين للإلهة واشربوا وهللوا فرحا بهذا النصر المبين ومن قاع النهر يجيء عليهم نبي الله حمضلة داعيا يا الله أن ترى ضيق مكاني وشدة كربي فرحم ضعفي وقلة حيلتي ودعا النبي وهو في حال الاحتضار اللهم ارحمني وعجل بقض روحي ولا تؤخر إجابة دعوتي أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأنه لا معبود سواه ماذا جرى للسيدة يا الثورة؟ اطمئني عليها يا ابنتي لقد ماتت يا أبي ماتت حزنا وكبدا على فراق زوجها لعل الله قد أراد لها الخير بالنجاة من هؤلاء القوم الظالمين هيا يا أبي لا تنسى نصيحة نبي الله لنا إذا أحط بكم فهاجروا نعم يا ابنتي إن أرض الله واسعة اللهم أمتنا على الحق وابعثنا في زمرة عبادك الصالحين وقال رب العزة جل جلاله في حديثه القدسي مخاطبا ملكه جبريل أيظن عبادي هؤلاء الذين غرهم حلمي وعبدوا غيري وقتلوا رسولي أن يقدروا على غضبي أو يخرجوا من سلطاني كيف وأنا المنتقم ممن عصاني ولم يخش عقابي أوه ما هذه الريح العاصفة أنها المجدة إنها حلم من النار النار ستأكل وجوهنا أغيسينا أيتها الشجرة المباركة ألا ترى أنها تحترق يا أحمق أوه رجالي يا رجالي اصنعوا حولي سياجا ووحموني من هذا العذاب ابتعد عني أيها المجنون التافة أوه إن جسدي يهزو أكلمات أوه بسم الله الرحمن الرحيم وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا بذلك الزمن القديم كان هناك قوم يعملون برعي الغنم وتربيتها هيا هيا تحرك أيتها الخراف الكسولة إنها متعبة من السير طوال اليوم وهي جائعة وعطشة أيضا يا أبي كلنا جائعون يا باشور ولكن علينا أن نعبر هذه الصحراء أولا أبوك على حق عندما نصل إلى أرض بها زرح وظل سنرتاح وسنأكل جميعا حسرون حسرون طابت العناقض في الكرم هل نأمر الفتيات بجمعها؟ لا بل ننتظر الغد حتى ننضج العنب أكثر ويزيد الحلاوة وعندها نبيعه بثمن أكثر بالطبع سأركب الحمار وأتفقد الكرم كله أولا لم تقل لي يا سيد محراك في أي أرض تنصحني أن أخيم هذه الليلة؟ هناك أرض خالية لا يملكها أحد بجوار كرم العنب هل هي أرض مستوية؟ نستطيع أن ننصب فيها الخيام بكل تأكيد وهل هذه الأرض آمنة؟ أم يمكن أن تهاجمنا الذئاب؟ كيف تصل الذئاب إلى وسط المراعي؟ أشكرك يا سيدي آه إنني فعلا أتوق للنوم بعد رحلة الطويلة ما هذه الرائحة الكريهة؟ إنهم أغراب صاحبوا خرافهم إلى الأرض الخالية المجاورة لنا آه ليأكن هيا إلى النوم لنصيك كما مبكرين آه أنا أيضا أشعر بالرغبة في النوم أهلا تقيد الأغنام قبل النوم؟ هل ستطير الخراف في الليل؟ أم ستقرر العودة إلى الصحراء؟ حسنا هذا يوفر علي الوقت فأنام مسرع وفي الغد إن شاء الله نذهب للسوق ونبيع حليب الخراف أليس كذلك يا أبي طال؟ لن يسمعك يا أمي لقد راح في النوم ومن الأفضل أن ننام نحن أيضا وذهب الجميع في سبات عميق ولم يبقى مستيقظا إلا الخراف المسكينة الجائعة التي وجدت الكرم أمامها يدعوها إلى سد جوعها آه آه يا له من يوم جميل لا 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 آه ما هذا؟ بالتأكيد هذا كابوس إنها حقيقة أفزع من الكوابيس آه ضاع تعب العام كله يا ويلتاه يا ويلتاه سأقتل من فعل هذا بحديقتي إنها الخراف آثار العنب بادية على أفواهها أين أصحاب الغنم؟ ما هذه الضوضاء؟ ألا تراعون شعور جيرانكم؟ انظر يا أبي ماذا فعلت الغنم بالكرم؟ يا للكارثة هل أنت صاحب الغنم؟ للأسف نعم لن تفلت من يدي أرجوك أن تهدأ يا سيد حسرون كيف أهدأ وقد دمروا أرضي وتجارتي؟ قد أصبحت مفلسا بسببهم إنني أقدر ظروفك يا سيدي ولكنها مجرد أغنام لا عقل لها أنت صاحبها ويجب التعويد عن الكرم معي قطعتان من الفضة إن أردنا تساوي ألف قطعة من الفضة لا قطعتين لكن هذه مبالغة أنتم لصوص اهدأوا أيها الناس ولتذهبوا إلى نبي الله داود ليحكم بينكم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا جمع نبي الله داود الشاكي والمشكو في حقه واستمع لهما يا نبي الله داود إن لي كرم أزرعه منذ سنين وقد جاء هذا الرجل بغنمه فأفسد زراعتي كلها يا نبي الله داود إن الخراف حيوانات لا تعقل وقد أكلت المحصول دون علمي سأله نبي الله داود أين كان عندما أكلت الخراف محصول جاره في الحقيقة كنت نائما استبد بي التعب فنمت وهل من العدل يا سيدي يا نبي الله أن ينام الرجل تاركا غنمه وتسرق حرث الآخرين صدقني يا نبي الله كان الأمر خارجا عن إرادتي لم أقصد الإيذاء ولكني تضررت بسببك وبارت أرضي فمن أين أأكل وأشرب للأسف ليس عندي مال أعودك به رد عني الظلم يا نبي الله وبعد أن استمع نبي الله داود للطرفين وأعطاهما الفرصة حكم بأن يأخذ صاحب الأرض غنم جاره ويملكها عوضا عن أرضه يحيى العدل لقد أنصفنا نبي الله داود يا للمصيبة وكيف سنعيش لقد أخطأنا يا أمي وعلينا أن ندفع ثمن الخطأ أخذ صاحب الكرم الأغنام التي حكم له بها نبي الله داود ومضى ليرعاها ماذا بك يا رجل ألست راضيا عن حكم نبي الله داود بل راضي كل الرضا ولكن ما المشكلة أجبني نعم نتعود رعاية الأغنام ولا خبرة لنا بهذا الأمر كنت أظنك ستسعد يا حصرون بهذا التعويض الكبير يا ويلتنا يا ويلتنا لقد ضاع تعب العمر في طرفة عين ليتنا لم ننم ونترك الغنم تأكل زرع الجيران هل من العدل أن نفقد رأس مالنا وتجارتنا بسبب خطأ ارتكبته الأغنام نحن الذين نرعى الأغنام وكان ينبغي علينا أن ننتبه له ولكن يا أبي العقاب أكبر من الخطأ لا تضيع الوقت في حديث فارغ فكروا ماذا سنفعل الآن ليس أمامنا إلا أن نبحث عن العمل السلام عليك يا أبي طال أهلا بك سيدي ماذا تفعل هنا لقد سمع نبي الله سليمان القصة مني وهو يريدك في الحال هيا يا زوجتي لقد تأخرنا عن استدعاء نبي الله سليمان لنا لحظة واحدة هذه الشات عاصية على الحلب بل أنت التي لا تحسين هذا العمل هيا وإلا تركتك حسنا حسنا سآتي معك لست أفهم لماذا يريدنا نبي الله سليمان ألم يحكم أبوه في قضيتنا وانتهى الأمر لقد استأذن أباها في إعادة المحاكمة وسيكون هو القاضي هذه المرة نحن نحكم بالعادات والتقاليد أما أنبياء الله فيوحى إليهم ولا يصح أن نجعل عادات البشر حاكمة على تصرفات الأنبياء لا أفهم شيئا من حديثي ولن تفهمي مهما شرحت أسرعي في السير وأنت صامتة هذا ما جرى بالضبط يا نبي الله سليمان نعم أبي طال قال الحقيقة كلها وليس عندي ما أضيفه يا سيدي استمع نبي الله سليمان للطرفين بحرص وعناية ثم حكم أن يأخذ صاحب الكرم الأغنام ليستفيد منها إلى أن يصلح الراعي له أرضه وزرعه ثم تعود الغنم إلى صاحبها مرة أخرى يا حيال عادل أصبح الأمر هينة سأنتظر سأنتظر حتى تعود الأرض إلى حالها وعندها لن تكون لي حاجة بأغنامك فأرضها لك الكل راض إذن بفضل الله وحكمة نبيه سليمان عليه السلام وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين سليمان سليمان